أعزائي مشاهدين من مشاهدين كرة بلدنا يسعدنا النهردة أن يكون معنا مجموعة كبيرة من نجوم بس النهردة نجوم معنا مختلفين مش نجوم كرة نجوم الوسط الفن عرض غير كل عرض الليلة غير كل الليلة احنا النهردة هنخقه في صهرة ممتعة جدا من خلال عرض سيرة حب مع نقبة كبيرة من النجوم ويسعدنا أن يكون معهم خلال كواليس العمل والله الدكتور عدل لما عرض علي الدور عمل كبير وجميل زي ده ايا كانت المساحة التواجد مهم جدا واي ممثل او مطرب ممكن يطلع دي على المسرح والناس تطلع فاكراك في حد ممكن يبقى على المسرح طول مدة العرض والناس مش فاكراك الدنيا غربتني وانا الشاب بالامير وانشي خططني النصباتي وانا عاد صيار الفنان والزميل ناصر عب حفيز منور العرض سيرة حب وعمل شخصية تاريخية ناصر اشتغلت ازاي على الشخصية لحد ما طلعت النور بس اولا الشخصية كنت خايف منها جدا طبعا دكتور عادل اشتغلت مع معظم اعماله اللي على خشبة مسرح البلونة والقطاع الخاص فهو فاهم شوية يعني بيقرى ناصر من بعيد انا الابنو دي بالنسبة لي كان مؤلئ وخايف منه مرعوب واضحتي ده لدكتور عادل عبدو الابنو دي شخصية لها كارزمتها عنده حضور وهو بيستدعي المفردة اللغوية بتاعتها من منطقة من جنوب مصر منطقة الصعيد فبالتالي مفرداته لها اتقالها هو متميز فيها كمان متميز في ان هو يلقيها يعني عنده طاقة الممثل وهو بيقول قصيدة الشعرية بتاعته بيقدر يمسك الناس بيقدر يعرف امتى يدحكم وامتى يبكيهم وامتى يفرحهم فبالنسبة لي مؤلئ الناس شايفاه الناس عرفاه فكرة ان الناس تقانم بين ناصر والابنو دي شايفها ظلم ليا في المراحل اللي انا فيها دلوقتي ساعدنا ان نكون معانا النهاردة من خلال كواليس عرض سيرة حب الماسترو حمادة ابو لازيد او محمد ابو لازيد عامل حالة شجن العرض من غير الموسيقى من غير اللايف حاجة وانت عامل حاجة تانية خالص اشتغلت مع اكتر من طبقة صوت واكتر من شخصية واكتر من نج اتعاملت معهم ازاي عشان توصل او تدي كل واحد حق او بس اولا الحمد لله على النجاح اللي احنا عملناه الحمد لله وربنا يا ربي دمها كده ونكمل على خير وباشكر طبعا من دكتور عادل عبد ودكتور الاناس عبد الدام طبعا وزارة الثقافة وباشكركم طبعا لوجودكم معانا وبرنامج كرة بلدنا ده البرنامج اللي انا بحبها يعني اولا بصوا الحاجة هو صعوبة جدا انت بشغل في مسرح لايف بفرقة موسيقية لايفة مع المطلبين خاصة في المسرح مش في حفلة حفلة خلاص اتعرف اللغنية بتبدأ منين وطولين فين انما انت لما تكون بتتعامل مع مسرح وعمل درامي وبتخش على كيوهات معينة ده صعوبة جدا بقى انت عندك مطلبين ورا بعد طبقات مختلفة وكل حاجة انا رب لك رامني عملتي بمجبود كويس بروفقات مع شوهات موسيقية من احسى موسيقية الموجودين واش عايز اقولك ان انا بس ببقى مركز اوي وتعبتي اوي فربنا رب كان للنجاح ده الحيض يا رب يا رب دايما مناور الدنيا ودايما موجود في مسرح البلون اعملك القوية جدا ودايما شعر بعلي فتقدم يا حبيبي وانتو نورتونا كرة بلدنا والاستاذ ناصر الزدان وطبعا انتو استاذ خالد عبدالله نورتونا يا رب وشرفتونا واهلا بكم معرفة صعبا لهم احنا بس عشان برنامج مميز ما هنجون مميز اي عرض بيعرف نجح او مش نجح من خلال كواليس كواليس هي اللي بتنجح اي عرض في الدنيا تب خد كلمة اساس بقى عشان مش هارم بتكلم عن الله الكواليس في اي عرض اعلاني وعمل فيها مخت عامل فيها كل حاجة هو يجي يشتغل عندي بعد كله مشغله عندي خالد حفظ الله المسرح عندما يكون هناك حالة حب في الكواليس اي عرض لازم ينجح بدليل انا اشتغلت مع نجون مصر كان بتبدأ من الكواليس حالة الحب سواء فقد المهندس فالك شوقي ايا كان هو بيحب اللي حواليه بيطلع العرض كويس لان انا لو حبيت الناس جوه بطلع نفسيا كويس على خشبة المسرح فبقول للناس اللي انا عايز اقديه بيستقبلوا بحب بيلعب في الكواليس عارف يا خلص الليف الخالص صاحب شفت حب اكتر من كده تتشرف وزارة الثقافة والفرقة الغنانية الاستعراضية ان تقدم لحضراتكم العرض المسرحي الغناني الاستعراضي سيئة تاليث اي مجمع استعراضات واخراك دكتور عادل عبدو قيادة الأوركسترا المسرح محمد اويزين انتو مصمم معايا ده. احمد الله ده بيعملين اي عرض المعمل. يالله يا سنزا بسبب العرب ما رح يام. قولي. مش في الكمل. مش قولي. كل ما تشاف العرض طلع في علامة السفاء. الناس فيه بتسأل كانت تشغالة فين? كانت موجودة فين? صوق قوي بصرف النظر عن الاداء التمثيل المكسوم. صوق قوي جدا. صوق دافئ. اه بيخطف القلب. اه بسوالها بقولك ده? ده اللي ساب حال كل المشاهدين. قولي بقى لكل بلدنا انت كنت مختفية فين. الاول مساء الخير ومشارفيننا النهاردة. اه انا كنت مصفرة. يعني من فترة كبيرة انا اصلا خارجة مهد موسيقى عربية. انا اصلا خرجت مع الموسيقى عربية. وكنت في الابرة مع المسترسين سحاب. وبعدين اه سفرت كده فترة لبأسة بيها يعني خمستاشر سناء. وبعدين اه رجعت وكان لي اول لقاء في اه بعد السفر المسرحية سيرة حب. ونعو بيها اكتر من الاول اكتر من الاول. تناسي احنا فين احنا في المحكمة. اه صحيح. عند الحام. انا مضطرة السأزة. عند الحام. ايه. مضطرة السأزة. يعني ايه. ورايش فايد حاجت. طي. فرصة صحيحة. مفيش اسعد ممكن. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة عبدالوهد. مع السلامة. يا عبدالوهد مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. انا اسمه عمر اصلان. مطرب شعبي وممثل بمصرح البلون. وبقدم شخصية النكشباندي في مصرحي سيرة حب. اخراج المخرج الكبير عدل عبدو. وتأليف الأستاذ ايمان الحكيم. انا بعمل دور النكشباندي هنا بعرف الناس. يعني ايه النكشباندي. وازاي تعمل مع بليغ. وازاي مولاي. يعني جات ازاي وتعاملت ازاي وتلحنت ازاي. وغنها لي وعشان ايه. فده بنعرفهم من خلال المصرحي السيرة. موسيقى ابنان يا ابنان. اهبنان يا ابنان. اقوم بالسليل. عوض أحمد للمسرح قلنا فترة كبيرة ما شفني كيشة خشبت المسرح من عرض يحني وهمة لراحل أحمد راتب والفنانة لوسي والفنانة هبا السيسي مزوود كنت عامل حالة وانا ساعدت أقلت لك عندك حضور ومتمكنة منها عملت حاجة بعادية اسمها البدروم على مصرح الوسابير مع الجميلة محسنة دكتور محسنة وسامح سامح باسيوني دي عملتها دي كانت قيمة الثورة بس من ساعتها للأسف ما توافقتش في حاجة مصرحة عملت بس يعني ما حصلش نصيب العرض هنا يعني كلهم بابونات صغيرة كل واحد يطلع يقول جميعين صغيرين كده بقى استثناء المطلبيين اللي يوم داخلة او التانية وكرميندة بس كل واحد معلق في الشخصية بتاعتم مع الناس من جهة يا اه ما قلقتيش ان كنتي بعد الرياب ده كله ترجاعي بدور صغير اه لا هو مش دور صغير هقول لك لي اه حتى المطلبيين في منهم بيطلعوا مشهد واحد بس وبيطلعوا مش كل المطلبيين طبعا في معادة النجمين الكبار يعني او النجوم اللي فوق قوي اللي هو مسلا اه ايهاب فاهمي عندك مروى ناجي طبعا عندك احمد دمرداش عندك شيكو دي عندور يعني ايه دي النجوم العرض اه البيه كلهم حتى استاذ مجدي صبحي اه اه عندك سمية عندك اه ناهلة مسلا كل دول بيتلعوا مشهد واحد وبيطلعوا انا عاملة اه دور اش اش الوحيدة اللي حبها بليك حمدي بنت استاذ محمد عبدالوحيد الراحل طبعا محمد عبدالوحيد الوحيدة اللي حبها ازاي طبعا ما هو الوحيدة اللي حبها بعيدا عن الفن هو هو حب وردة فنيا لكن لا مش طريق والله لا هو حبها فنان قصلي الوحيدة اللي حبها بعيدا عن الفن يعني اللي هو ما كانش ليها علاقة بالفن نهائي يعني اه ومش عايز احرق الموضوع قوي يعني بس حصل موقف لطيف اه هنخش ونصور ده كله اه كل ده يتقاني يعني طبعا خلاص ده ما تخش وتصوره هتبقى اعرفين البلوفة اللي حصلت او الافيل اللي حصل في الموقف بقى يعني شيكو تاني عرض ديك مع فنان عدل عبدو مسلموا لنفسك اه وعارف نوعاتك منطقة مختلفة خالص اه هناك كان في غنى اكتر اه كان في تنطيط وحاجات كده اه هنا العملية هادية شوية بس اه عامل عامل حالة يعني في مبارزة فنية كوميدية بين كوميد دي مرداش محمد الله اه اه لما جي قالك ما فيش غنى يعني اللي هو اه ما قلقتش ما يعني اولا اصلا قلقت اصلا الموضوع كله في الروية دي مع دكتور عادل عبدو اه موضوع كله على بضو كده غريب و جديد علي بصراحة يعني انا عارف اللي هو انا في وسط اه حكاية فنية محترمة بجد جدا يعني انا اتعلمت هنا كتير قوي في الروية دي بالزيت مع دكتور عادل عبدو هو طول الوقت بصراحة يعني هو صبرت لأي فنان بيشتغل معاه كبير او صغير يعني هو مصدر طاقة اجابية جدا لأي فنان بيتعامل معاه اه بس لما انا اشتغلت معاه الرواية اللي فاتت كانت قطاع خاص وكان فيها شقاوة وطنطيت وعفراطة شيكو وشقاوة دي اه هنا المساحة مش مش بتاعت العفراطة انا هم نتكلم عن أساس باريخ حمدي طبعا فبنتكلم في موضوع فني بشكل اه انت شوفت الرواية عاملة ازاي الموضوع انا مش عارف اعبر عنه بس اه هنا انا شايف ان انا في حاجة جديدة غريبة علي انا فقصت فنانين بجد فقصت اه اه اوركسترا موسيقى جمدة جدا عبقرية مستر حمد ابوليزيد معايا نجوم جمدين جدا اه بنتكلم في قضية غريبة جدا موضوع جديد علي بصراحة انا مش عارف ان اتحطيت الى ازاي بصراحة لحد دلوقتي موسيقى انا هقولك حاجة يا استاذ عبد الناصر زيدان انا من عشائك جدا ومن عشائك كرة بلدنا استاذ خالد طبعا اه شرف كبير ليا جدا ان انا كون موجود على كرة بلدنا وعايز اقولكم اه اعماله يشك فيا ويجيب اللوم علي من كتر يشك فيا كل الناس بتقول عليه ايه ابو شكاء عينا للا للا سيدا للا للا صباح الفور اللي عليكم انا ابا هدي ممثل اه اه قطاع المسرح النهاردة تم الاستعانة بيك في قطاع فون الشعبية اللي تقدم دور القاضي عرض اه محترم عرض محترم عرض يستحق حتى لو دور قد جمتين اكيد سايب علامة مع الناس واكيد انت اكيد بتلاقي ده برضو بعد العرض اه الحقيقة فعلا انا بعمل دور ممثل للدعاء اه في محكمة الفن في محكمة اه الفنان بليخ عمدي اه والحقيقة انا فعلا رد افعال يعني عملالي يعني بهجة جمدة جدا فعلا اه بعد العرض مباشرة بلاي رد افعال بلاي افعال كتير جدا انا ماشي الناس برا بتتكلم معايا وتتصور معايا وفيه على الفيسبوك كتير جدا برضو ناس بتكتب اه في الجرائد وحاجات الحمد لله يعني بعد ما لحل عبد الحليم ومكانسوم ونجاة وفايزة وشدية ورشدي لحل اصوات تانية كتير اشتركوا في القناة